السؤال ديال يوسرا و ديال الخصوبة رافع من الخصوبة يوسرا كتسولنا على زوج ديالها هذي 12 سنة و هما مزوجين و عندو ضعف الخصوبة و شحار من مرة كيتعالج و ما زال بغاد شي وصفة بالعسل كان جربو شي وصفة ديالك دكتور عيماد اللي فيها الوراق دلقرقا زريعاد الحريقة الحرشة و حب السوداء و 1 شهر و لكين ما كملش علش لانه ما عندوش صبر بزاف عصابي بشكل قدلك غير عادي هذك شي لاش بغات وصفة بالعسل و شكرا و كتعتذر منا على الإطالة كان قول كي يصرحنا طبعا بجنبك و بجنب كل مستمعاتنا أكيد دكتور عيماد غادي يعطيك واحد الوصفة اللي غادي تنفعك كذلك عندنا نفس السؤال في نفس الإطار فاتنا اللي كتبات لنا كتسولنا على وصفة للمساعدة للحمل اللي هي متزوجة منذ أربع سنين و ما زال ما جابش الله نعم فأولا كما كان قول ديما نحن نشوف التحاليل أن ما عندناش مشاكل عضوية إذن ميك يكونوا مشاكل عضوية ضروري خستدخل طبي الأخذ يانا واخا ماشي مشكل نكا نقول لك أختيانا غير شوية دي الصبر و شوية دي الرتاوة حول الأول أقوى إذن انتو ما بجوج بكم شي صبر على شي لأن حتى تبنى دي مرة ميك توصل واحد الوقت كي تعصبوا ماشي مشكل واخا احنا نقدرون نعطيوه وصفة اللي غادي تكون قدر يستحملها ويقدر يأكلها فمنها تكون مقوية ومنها تتعطي وكترفع من درجة الخصوبة هاد الوصفة راح تل عيالة تمكنهم مياخدوه هاد الاخوات تمكنهم مياخدوها فهي كذلك ترفع من درجة الخصوبة دي لهم إذن الوصفة بسيطة غادي ناخدو العسل الحور غادي ناخدو زريعة البصلة غادي ناخدو الزنجلان تفكرنا الفيتامين دي فتحضرنا على الزنجلان لأن الفيتامين دي كيدخل في التركيبة وفي تكوين دي الهورمونات الدكارية والهورمونات الأنثوية فهذه المسألة هادية آخر الأبحاث أن فيتامين دي مهم للخصوبة إذن كنديرو زريعة البصلة الزنجلان كنديرو القرقع مطحون كنديرو الباديان إذن غنزيدوا الباديان باش يعطينا واحد النكه هزوينة ونزيدوا عليه حبة حلاوة ركديروها في الحلوة إذن هادي باش يعطينا واحد النكه هزوينة لدك العسل وغادي نصبرو عليه إذن العسل الحور كندناخدو منه رابعة أي عسل الحور غير المهم يكون دي نحل زريعة البصلة كندناخدو منها معلقة صغيرة جوج معلقة صغار دي الزنجلان مقلي أو عادي ما شي مشكل قرقع مطحون كندناخدوه معلقة صغيرة منه الباديان كندناخدو نصف معلقة صغيرة وحبة حلاوة كندناخدو منها معلقة صغيرة هتخلطو هذه الخاليطة كامل حتي تخلطي ولي خالية متجانسة هتبدأو تاخدو معلقة صغيرة في الصباح ومعلقة صغيرة في الليل نصف ساعة بعد الأكل وغادي دومو عليها يوميا على الأقل لمدة تلت شهور والعلاج أو الوصفاء غادي تستمر حتى الست شهور وخاء مثلا الأخوات جيوم العادة فيكملوا هذه الوصفة هذه وإن شاء الله لا يرزقكم بالدورية الصالحة أمين يا رب معنا على الخير